أعلنت وزارة الزراعة استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية من إنتاج الجهات التابعة للوزارة ومراكزها البحثية بكافة منافذها الثابتة والمتنقلة وذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاربة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين ووجه وزير الزراعة السيد القصير بضرورة زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة لتشمل كافة المحافظات والوصول إلى القرى والمناطق النائية لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء حيث تبلغ عدد المنافذ التابعة للوزارة حاليا حوالي 243 منفذا ثابتا بالإضافة إلى 30 منفذا متحركا تجوب المحافظات والميدين العامة